ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد الله مصيح على محمد وآل محمد الله مصيح على محمد وآل محمد عندما نقف على عاشوراء نلحظ أن عاشوراء سويعات قليلة من حيث الزمن ولكنها غزيرة من حيث المحتوى عاشوراء ليست بأيام بل عاشوراء ليست بيوم كامل وإنما هي سويعات قليلة ابتدأت المعركة يوم عاشوراء قبل صلاة الظهر تقريبا بساعة وبعد صلاة العصر انتهت معركة عاشوراء فهي إذن سويعات قليلة ولكن الله عز وجل جعل في هذه السويعات ما لم يجعل في غيرها وهذا سر عظمة عاشوراء وهذا أحد أسرار عظمة الحسين سلام الله عليه من هنا يقف المؤمن يتساءل كيف أقرأ هذه السويعات هناك لغات متعددة يمكن من خلالها قراءة هذه السويعات لغة عاشوراء يمكن لنا أن نختزلها في ثلاثة أنواع لغة العقل لغة المنطق لغة الدليل والبرهان هذا النوع الأول لغة القلب ولغة الاتصال الروحي والنفسي هذا هو النوع الثاني ولغة العاطفة لغة الأحاسيس هذا هو النوع الثالث ونحتاج إلى هذه الأنواع الأنواع الثلاثة لنحسن قراءة عاشوراء إذا تعامل الإنسان فقط وفقط بلغة العقل والمنطق والدليل والبرهان فلن يحسن قراءة هذه السويعات وإذا تعامل فقط وفقط بلغة العاطفة والأحاسيس فلن يحسن أيضا قراءة هذه السويعات لن يصل إلى عطاءاتها بالشكل المطلوب سوف يقتصر فقط وفقط حينئذ على الأخذ بالقليل من عطاءاتها إذن نحتاج أن نلتفت إلى هذه الأنواع الثلاثة لغة العقل تعني فسح المجال للفكر فسح المجال للنظر والتأمل في هذه السويعات لاستخراج الدروس والعبر منها وما أكثر تلك الدروس والعبر التي تنطوي عليها هذه السويعات القليلة أما لغة القلب فلا يمكن الحصول عليها إلا من خلال تزكية النفس وتطهيرها لغة القلب تحتاج إلى صفاء الروح يمكن لهذا الإنسان أن يصل إلى معرفة الحقائق المطلوبة بواسطة لغة القلب لكنها لغة خاصة بمن وفق لتطهير نفسه وتزكية روحه جاء وفد من أهل اليمن دخل وفد من أهل اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله يسألون النبي صلى الله عليه وآله عن الوصي من بعده النبي توسم فيهم النبي يعلم صلى الله عليه وآله حال أولئك فوجد فيهم الأهلية والقابلية لإرشادهم إلى طريق أعمال القلب انفتاح الروح لذلك قال لهم تخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن مالت إليه قلوبكم فهو وصي هذا الطريق لا يتأتى لكل الناس وإنما هو طريق خاص فقط وفقط بمن وصل إلى مقام تزكية النفس لا بس أن أقرأ نص الرواية لأنها تنطوي على بعض النكات اللطيفة الرواية يرويها النعماني في كتابه الغيبة بسند يتصل إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال وفد على رسول الله صلى الله عليه وآله أهل اليمن فقال النبي صلى الله عليه وآله جاءكم أهل اليمن يبسون بسيسا طبعا في البحار نسخة البحار يبشون بشيشا يبشون بشيشا من البشاشة والبشاشة معروفة عندكم يبسون بسيسا العرب تقول بسست الناقة أي سقتها وزجرتها وقلت لها بس بس عرب عادة إذا ساقت الناقة تقول لها بس بس فيسمى ذلك البسيس على كل حال يبسون يبسون بسيسا أو يبشون بشيشا فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا قول النبي قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم ومنهم المنصور يخرج في سبعين ألف ينصر خلفي وخلف وصيي أي الإمام الحجة المنتظر لذكره أشرف الصلوات والنبي يشير إلى اليماني المنصور المقصود به اليماني ثم يقول حمائل سيوفهم المسك يعني الجلد فقالوا يا رسول الله ومن وصيك فقال هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقالوا يا رسول الله بيّن لنا ما هذا الحبل فقال هو قول الله جل وعلا ألا بحبل من الله وحبل من الناس فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصي فقالوا يا رسول الله من وصيك فقال هو الذي أنزل الله فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله فقال يا رسول الله وما جنب الله هذا فقال هو الذي يقول الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هو وصي والسبيل إلي من بعدي فقال يا رسول الله بالذي بعثك فقد اشتقنا إليه طلبوا رؤيته فقال صلى الله عليه وآله هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصي كما عرفتم أني نبيكم فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو لأن الله عز وجل يقول في كتابه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي إليه وإلى ذريته عليهم السلام يقول الراوي ثم قام أبو عامر الأشعري في الأشعريين وأبو غرة الخولاني في الخولانيين وضبيان وعثمان بن قيس في بني قيس وفلان 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 وأخذ عدد مجموعة من الأسماء إلى أن قال وقالوا إلى أن قال فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه وأخذوا بيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقالوا إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله أنتم بحمد الله عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوا فكيف فبما عرفتم أنه هو يعني ما الإحساس الذي اعتراكم حتى عرفتموه فقالوا شوفوا لاحظوا هنا موضع الشاهد فبما عرفتم أنه هو فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم تحن لهم قلوبنا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا وانثلجت صدورنا حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون لاحظوا إذن شعروا بحالة الأبوة أي أبوة الأبوة المعنوية الإمام المعصوم الولي المعصوم هو الأب الشفيق على هذه الأمة فمن يستشعر هذه الأبوة هو صاحب القلب السليم ولهذا إذا أراد هذا الإنسان أن يصل إلى هذا النوع من المعرفة وهو المعرفة القلبية فلا يمكن الوصول إليه إلا من خلال تزكية النفس وتطهيرها وهذا النوع من المعرفة هو المعرفة الحقيقية يعني إذا أردنا أن نتذوق حلاوة الارتباط بأهل البيت سلام الله عليهم فعلينا بتزكية هذه النفوس إمام الباقر سلام الله عليه فعليكم سمعتم بهذه الرواية إمام الباقر عليه السلام يلتفت إلى أحد تلامذته وأصحابه اسمه أبو خالد يقول والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا إذا طهارت القلب من خلال التسليم لهم صلوات الله وسلامه عليهم إذا هذا النوع الثاني من أنواع الارتباط بأهل البيت أما النوع الثالث فهو الارتباط العاطفي لغة العاطف والأحاسيس وهي لغة مهمة جدا لغة الارتباط بالحسين عليه السلام التي تعتمد على الفكر مهمة التي تعتمد على الروح والقلب مهمة التي تعتمد على العاطف والأحاسيس أيضا مهمة ولكن هذه اللغة أيضا تحتاج إلى حسن إدارة إلى ترشيد أن صح التعبير لغة العاطف والأحاسيس غايف الأهمية لذلك نجد أهل البيت سلام الله عليهم يؤكدون كثيرا على هذه اللغة كم هي الروايات التي تحث صراحة على إعمال هذه اللغة إمام الرضا سلام الله عليه يقول لابن شبيب يا ابن شبيب إن كنت باكيا على شيء فابكي الحسين بن علي فإنه ذبح كما يذبح الكبش وذبح معه من أهل بيته سبعة عشر رجل ما على وجه الأرض لهم من شبيه ويقول سلام الله عليه إن يوم الحسين أقرح جفوننا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبلا دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء أقرح جفوننا أقرح جفوننا أقرح جفوننا أقرح جفوننا شكرا